طلاب ملخص كلاميات 9 فصول للثالث متوسط الفيزياء سؤال وجواب عندنا أول فصل كيف تتولد الشحنات الكهربائية الجواب بسبب الاحتكاك بين الجسمين مختلفين كالصوب والبلاستيك أو الحرير والزجاج سؤال اثنيا عدى الطرق الشحن المادة بالكهربائية الدلك التماس الحث سؤال ثلاثة عرف الكشاف الكهربائي وما هي فوائده هو جهاز يستعمل في تجارب الكهربائية الساكنة فوائده الكشف عن وجود الشحنة على جسم ماء معرفة نوع الشحنة على الجسم المشحون عرف أو قارن أو ما الفرق بين الموصلات والعوازل مع ذكر مثال لكل نوع الموصلات هي مواد تحتوي على الكترونات حرة الحركة مثل النحاس العوازل هي مواد لا تحتوي على الكترونات حرة الحركة مثل الخشب الجاف سؤال خمسة علم تجهز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تتصل بالأرض تتعادل شحنة الجسم المشحون بشحنة موجبة أو سالبة عند إيصاله بالأرض سؤال ينذني جواب الأول لالتخلص من الشحنات الساكنة متولدة من احتكاك النفط بالجدران الخزان والتي قد تؤدي إلى انفجار عند حصول تفريغ كهربائي جواب الثاني لأن الأرض مستودع كبير للشحنات سؤال ستة ما هي تطبيقات الكهربائية الساكنة المرذاض أجهزة للسنساخ أجهزة ترسيب تثبيت مواد التجميل والعدسات اللاسقة طلابنا سؤال الثاني الفصل الثاني المغناطسية ما هي استعمالات وفواد المغانط لرفع قطاع الفولاذ أو حديد الخردة مولدات الصوت السماعات ثلاثة في الحروف المطبعية للآل الكاتبة أربعة في بوصلة الملاحة سؤال اثنيا وزاري نقسم المواد المختلفة تبعا لخواصها المغناطسية إلى ثلاثة أقسام عدتها مع ذكر مثال لكل نوع الجواب الدايا مغناطسية مثل الفسفور البارا مغناطسية مثل الزجاج الفيرو مغناطسية مثل الفولاذ سؤال ثلاثة عرف الأقطاب المغناطسية وهل توجد بشكل منفرد طبعا طلاب سوري الصوتي يعني مريض شوية سألكم ادعاء مريض في فيروس كاران الله شاهد ما قدرت يعني ترككم لأن هذه الملخصات جدا مهمة وأنتم لا تعرفون فقط على القناة أوكي الجواب هي مناطق في المغناطسية يكون عندها مقدار القوة المغناطسية أعظم ما يمكن ولا توجد بشكل منفرد بل على شكل أزواج مختلفة بالنوع أهداع شمال والآخر جنوب سؤال أربعة عرف المجال المغناطسي وبما تتميز خطوطه الجواب هو الحيز الذي يحيط بالمغناطس والذي يظهر فيه تأثير القوة المغناطسية تمتاز خطوط بكونها خطوط مقفلة تنبع من القطب الشمال وتتجه نحو القطب الجنوب خارج المغناطس ومكملة دورتها خاء داخله سؤال خمسة وزاري أشرح نشاط أو تجربة طبعا نشاطات والتجارب راح أشرحها وحدها بفيديو خاص خطوط المجال المغناطسي باستعمال برادة الحديد والمغناطسة جواب صفحة 40 مع رسم شكل 17 سؤال ممكن يأتي على شكل فراغات هل المجال المغناطسي يمكنه النفاذ خلال جسم الإنسان ومواد إخرام مثل الورق المقوى والزجاج والماء نعم يمكنه ذلك النشاط موجود أيضا داخل صفحة 40 وصفحة 41 لازم كتابك بصفك سؤال 7 على ماذا يعتمد مقدار المغناطسي الكهربائي جواب أولا مقدار تيار المستمر من ساب في الدائرة الكهربائية ثانيا عدد لفات الملف ثلاثة نوع المادة المراد مغناطتها سؤال 8 يفقد المغناطس مغناطسيته بطراق ما هي الطرق المقوي التسخين الشديد سؤال 9 كيف يمكن للحصول على مغانط دائمية ومغانط مؤقتة طريقة التمغناط بالدلك طريقة التمغناط بالحث طريقتين التمغناط بالتقريب التمغناط بالتيار الكهربائي المستمر سؤال 10 يأتي على شكل فراغات أرف ما يأتي البوصلة الحافظة المغناطسية البوصلة هي مغناطس دائمي صغير يمكنه الدوران بحرية في مستوى أفقي حول محور شاقولي سؤال 2 الحافظة المغناطسية هي مادة في روم مغناطسية تستعمل لحماية الأجهزة من التأثيرات المغناطسية الخارجية كالساعات لحفظ المغانط الدائمة من زوال مغناطسيتها بمرور الوقت سؤال 11 والأخير أيضا تعليل هذا في كثير من الأحيان تكون المغناط ملائمة للاستعمال في أبواب خزانات الملابس والثلاجات الجواب لأنها مصنوعة لمادة في روم مغناطسية قابلة للتمغناط لذلك تصبح مغناطس لإحكام غلقها الفصل الثالث التيار الكهربائي عرف التيار الكهربائي مع كتابة العلاقة الرياضية له هو المقدار الشحنة الكليا التي تعبر عن مقطع أرضي لموصل في وحدة الزمن وهذه المعادلة الرياضية عمالته سؤال 2 ما المقصود بالتيار الاصطلاحي والتيار الكتروني وما الفرق بينهما التيار الكتروني وهو ما يمثل اتجاه حركة الكترونات من القطب السالب البطارية لقطب الموجب خلال أسلاك التوصيل ويكون اتجاه معاكسة لاتجاه المجال الكهربائي الموثر التيار الاصطلاحي وهو التيار الذي يكون اتجاهه مع اتجاه المجال الكهربائي ويكون اتجاهه مع القطب الموجب للبطارية لقطبها السالب خلال أسلاك التوصيل سؤال 3 ما هو التيار الكهربائي الكتروليتي وما الفرق بينه وبين التيار الكهربائي خلال أسلاك التوصيل التيار الكتروليتي وهو التيار ناتج عن حركة الايوانات الموجبة والايوانات السالبة داخل المحالية الكتروليتية بينما التيار الكهربائي خلال اسلاك التوصيل ناتج عن حركة الكتروليتي فقط سؤال وزاري ارسم شكل التيار الكهرباء الخارجي من بطارية مولد كهربائي بسيط مولد تيار متنوب جواب راجع الرسم الكتاب صفحة 53 مهم طبعا هذا وزاري ايضا قارن بين الاميتر والفولتوميتر وما الفرق بينهما من حيث الاستعمال وطريقة الربط ومقدار المقاومة الاميتر يستعمل لقياس مقدار التيار الكهربائي يربط توالي مقاومته صغيرة الفولتوميتر يستعمل لقياس فرق جهد الكهربائي يربط توازي مقاومته كبيرة سؤال 6 عرف المقاومة الكهربائية وما هي انواعها وما رمز كل نوع هي العاقة التي يبديها المقاومة للتيار المار خلاله وحدة قياسة وهي الأوم ونواعها هي المقاومة الثابتة المقاومة المتغيرة ورمز كل نوع لاحظوا الصورة صفحة 59 بكتابك طبعا طالب سؤال 7 ما هي العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية جواب درجة الحرارة طول الموصل تناسب طردي مساحة المقطع العرضي تناسب عكسي نوع المادة سؤال 8 والأخير يفضل ربط الأجهزة والمصابيح المنازل على التوازي ليش؟ لأن في حالة عطبة أو رفع أو تلف أحد الأجهزة سوري أو المصابيح تبقى جميع الأجهزة الأخرى تعمل ولا تنطفئ لوجود عدة مسارب أو طرق لمرور التيار طبعا الحذف هذا موجود عدكم الروح المن أيضا هذا للثالث الروح للرابع معيود للثالث نعم فصل الرابع القوة الدافعة الكهربائية تأتي على شكل فراغات أو أعرف القوة الدافعة الكهربائية مع ذكر قوانين قانونها الرياضي القوة الدافعة الكهربائية وهي فرقة جهد بين القطب السارب والقطب الموجب لأي بطارية عندما تكون الدائرة كهربائية مفتوحة وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية هي الفولت الفي الجهاز المستعمل لقياسة الفولت ميتر قانونها الرياضي القوة الدافعة الكهربائية يساوي الطاقة المكتسبة كمية الشحنة وهي أيضا القانونها الرياضي هذا جدامك الدروس المحذوفة هاي جدامك الفصل الخامس الطاقة والقدرة الكهربائية عرف القدرة الكهربائية وعلى ماذا تعتمد هي مقدار الطاقة التي يستهلكها أو يستثمرها الجهاز في وحدة الزمن وحدة قياسها هي الواط وتعتمد على مقدار تيار منساب في الجهاز فرقة اثنين فرقة جهد الكهربائي بين طرفي الجهاز سؤال اثنين على ماذا تعتمد الطاقة الكهربائية جواب قدرة الجهاز زمن تشغيل الجهاز ثلاثة عرف قاطع الدورة وكيف يربط مع الحمل هو جهاز آخر يستعمل الأمان الكهربائي يربط على التوالي مع الحمل ووظيفته وحماية الدائرة من الترف والعطب ذا مرة تيار عالي سؤال وزاري أيضا مما يتركب القابس ذو الفاصم يتركب من سلكين الحي ألوى المتعادل أن والسلك المورضي والفاصم فيوز وجميعها تشكل وسائل الأمان الكهربائية سؤال وزاري كيف تحمي نفسك من خطر السعقة الكهربائية أولا عدم لمس شخص متعرض للسعقة كهربائية إلا بعد فصله عن مصدر الكهرباء تجنب وضع جسم معدني ممسوك باليد بدون عازل في نقطة الكهرباء عدم ترك الأسلاك مكشوفة أربعة تجنب أن يتصل جسمك بين سلك الحي والمتعادل أو بين سلك الحي والأرض سؤال ستة تعاليل وزاري يمكن للطائر أن يقف على سلك من أسلاك الجهد العالي دون أن يصاب طائر يحط على واحد من دن الأسلاك دون أن يصاب بسعقة كهربائية لأنه غير متصل بالأرضة وبين سلكين الحارة والبارد وبالتالي لا تتكون دارة كهربائية مغلقة ولا يمر فيه تيار كهربائي تأرض الأجهزة الكهربائية وبالخصوص ذات الغلاف المعدني للحماية من خطر السعقة الكهربائية سؤال ثلاثة يربط قاطع الدورة في الدائرة الكهربائية المنزل على توالي مع سلك الحار قبل تجهيز الأجهزة الكهربائية بالطاقة الكهربائية لماذا؟ لكي يؤدي وظيفة الحماية وهي قطع تيار العالي عن الدائرة لحمايتها من العطب الحذف هذا طبعا جدامكم الروح لفصل 6 الكهربائية والمغناطيسية ماذا سنتج أورستد من تجربته؟ استنتج أن انسياب تيار في سلك موصل يولد حوله مجالا مغناطيسيا علم ما يأتي ما الغرض من استعمال السلك الغليظ في تجربة أورستد؟ الجواب لتقليل المقاومة وبالتالي يمر تيار عالي ينسى في السلك ونتيجته أن يحصل على مجال مغناطيسي كبير يؤدي إلى انحراف العبرة المغناطيسية في البوصلة ثانيا يكون اتجاه لف السلك في المغناطيس بشكل حرف يو للحصول على قطبين أحدهم وشمالي والآخر جنوبي في طرفيه سؤال ثلاثة كيف يتم تحديد اتجاه المجال المغناطيسي لسلك مستقيم ينسى فيه تيار كهربائي؟ جواب باستعمال قاعدة كف اليد اليمنى حيث يتم مسك السلك باليد بحيث يسير الابهام لاتجاه التيار الكهربائي ولفت الاصابع تشير لاتجاه المجال المغناطيسي سؤال أربعة كيف يتم تحديد اتجاه المجال المغناطيسي لملف ينسى فيه تيار؟ باستعمال قاعدة كف اليد نفس العملية حيث يتم مسك الملف باليد بحيث يشير الابهام لاتجاه المجال ولفت الاصابع تشير باتجاه التيار عرف المغناطيسي الكهربائي وعلى ماذا يعتمد مقداره هو مغناطيس موقع يزول بجزوال تيار منساب في السلك مقدار تيار منساب في السلك عدد لفات الملف في وحدة الطول نوع مادة القلب عرف أو ما المقصود بالحث الكهربائي الحث الكهربائي مغناطيسي ظهرت توليد فولتية محتثة عبر موصل الكهربائي يقع في مجال مغناطيسي متغير طبعا اللي هنا انتهت عندنا الفصل السادس نروح للفصل الثامن الفصل السابع موجود بغير شارحة بغير فيديو ما هي المحولة الكهربائية ما هي المحولة الكهربائية وما تتألف هي جهاز يعمل على رفع وخفض الفولتية المتنوبة فيق للتيارة ويزداد تتألف من ملفين مصنوعين من اسلاك نحاسية معزولة ملفوفة حوله قلب مغلق من الحديد المطاوع سؤال الوزاري عدد نواع المحولة وما هي استعمالات كل النوع محولة خافضة وستعمل في مناطق السلام القدرة إلى المدن والقراء محطات السلام القدرة محولة مستعملة في جهاز اللحام محولة شاحنة الكهربائية محولة رافعة وستعمل في محطات توليد القدرة جهاز التلفاز سؤال الوزاري مهم جداً عند نقل الطاقة الكهربائية لمسافات بعيدة خلال اسلاك التوسيل الطاولة ننقل أو تنقل بفولتية عالية وتيار واطئ على لو فسر ذلك ذلك لتقليل الخسائر التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لهذه الاسلاك سؤال ما هي أو عدد خسائر المحولة وكيف يتم التقليل من كل نوع جواب خسارة ناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين والتقليل منها تصنع الاسلاك من مادة ذات مقاومة صغيرة المقدار كالنحاس خسارة التيارات الدوامة والتقليل منها يصنع قلب المحولة بشكل صفاح من حديد المطاوع رقيقة ومعزولة عن بعضها كهربائين وكبوسة كبساً شديداً ومستواها موازه للمجال المغناطيسي سؤال خمسة تعد المحولة من أجهزة التيار متناوب أو لماذا تحتاج المحولة التي اشتغالها إلى تيار متناوبة ليس تيار مستمر وذلك لعدم تولد تيار محتث في الملف الثانوي لعدم حدوث تغيير في المجال المغناطيسي داخل القلب الحديد في حالة استعمال التيار المستمر سؤال ستة والأخير ما مبدأ عمل المحولة الكهربائية جواب مبدأ عملها هو الحث المتبادل بين الملفين والذي يكون بينهما تواشح مغناطيسي ثام فصل الثامن تكنولوجيا مصادر الطاقة فيزياء ثالث متوسط عرف الطاقة واذكر مصادرها في العالم الطاقة هي المقدرة على انجاز شغل مصادرها المصادر الطاقة الحفورية مصادر الطاقة المائية مصادر الطاقة النووية ما هي مصادر الطاقة الحفورية ذكر أهم استعمالاتها تعد مصادر الطاقة الحفورية من مصادر الطاقة غير متجددة ومصادرها هي النفط والفحم والغاز الطبيعي أم استمارة توليد الكهرباء تشغيل وسائل النقل المختلفة يستعمل كوقود لغراض الطهي والتسخين سؤال ثلاثة على ماذا تعتمد مصادر الطاقة الكهرباء المائية تعتمد مصادر الطاقة المائية بالأساس على مبدأ تحويل الطاقة المختزنة الكاملة في المياه خلف السدود أو في أماكن مرتفعة وتحويلها لطاقة ميكانيكية حركية مثل أثناء سقوط الماء المتدفق خلال انبوب إلى توربين مائي سؤال وزاري مهم تعليل ما هي الأسباب التي جعلت الطاقة المتجددة تفضل على الطاقة غير المتجددة لأنها طاقة لا تستنفذ لأن طاقة نظيفة متاحة محليا قلت تكاليف انتاجها سؤال خمسة ما هي أقسام مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الوقود الحيوي طاقة المد والجزر سؤال ستة أهم مميزات الطاقة الشمسية مع ذكر أهم استعمالاتها تتميز الطاقة الشمسية بسهولة توفرها وخلوها من أي تأثيرات سلبية على البيئة حيث لا تتسبب في انطلاق غازات أو أي مواد كيميائية أخرى تضرب الإنسان أو البيئة استعمالاتها أولا تقنية توليد الكهرباء أثنين تقنية تطبيقات الحرارية والتي تستخدم فيها تقنية تحلية المياه المالحة وتسخين المياه والتدفع سؤال سبعة ما مبدأ عمل طاقة الرياح تعتمد على تحويل طاقة الرياح الميكانيكية لطاقة كهربائية من خلال تدوير مراوح الهوائية سؤال ثمانية ما هو الوقود الحيوي وما هي أهم مصادره هو الطاقة المستثمرة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها وهو أهم مصادر الطاقة المتجددة أهم مصادره الوقود الحيوي السائل وينتج على نوعين وقود الإيثانول ويستخرج من قصب السكر والبطاطا الحلوة الذرة التمر ثمين وقود الديزل الحيوي يستخرج من النباتات الحاوية على زيوت مثل فول الصوية وزيت النخيل وعباد الشمس وغيرها طبعا هذا الحذف موجود في الفصل الثامن كل فصل بحذف قاعد عبره الفصل التاسع أدنى الفصل التاسع في زياء الجو والاتصالات الحديثة بعد الحذف ما المقصود بجو الأرض اثنيا الغلاف الجوي جو الأرض هي عبارة عن تطلق على غلاف الهواء المحيط بالكرى الأرضية حتى تامة الغلاف الجوي هو عبارة عن طبقة مكونة من خليط غير متجانس من الرغازات موجودة بعضها بالنسبة ثابتة تحيط بالكرى الأرضية مرتبط بها بفعل الجاذبية الأرضية سؤال اثنين عرف أو ما المقصود بالاحتباس الحراري مع ذكر السبب وجود وجوده الاحتباس الحراري وهو ظاهرة بقاء الحرارة في جو الأرض أكثر من المعدل الطبيعي وعدم تسربها لخارج الغلاف الجوي نتيجة امتصاص غاز ثناء أكسيد الكاربون المنبعث من المصانع وباقي الأنشطة البشرية المختلفة سببه هو التغيرات المناخية وفيظانات وانصهار نسب من الجليد في القطبين وعاصير غير مألوفة سؤال وزاري مهم مرشح عدة طبقات الغلاف الجوي التروبوسفير الستراتوسفير الميزوسفير الثرموسفير الالكسوسفير ولتسهل حفظ الطبقات بالتسلسل حسب حروف كلمة تسمثك ماذا يعني ثابت التناقص؟ ثابت التناقص هو التناقص درجة الحرارة ومعدل ثابت كلما ارتفعنا عن سطح الأرض حيث التناقص حوالي ستة ونصف لكل كيلومتر واحد سؤال خمسة وزاري اذكر خمس غازات من مكونات الغلاف الجوي الأوكسجين هالجواب النتروجين أركون ثنائي أوكسيد الكاربون الهيدروجين سؤال ستة اذكر مميزات طبقات الحيوية الآتية التروبوسفير الستراتوسفير الميزوسفير مميزات طبقة التروبوسفير هي أولا أول طبقة يمتد ارتفاعها 14 كم عن مستوى سطح الأرض ثانيا ضغطه وكثافته تناقص بشكل سريع مع زيادة ارتفاع عن سطح الأرض ثلاثة تتناقص درجة الحرارة بمعدل ثابت يسمى ثابت التناقص تتناقص درجة الحرارة بمعدل ثابت تناقص بشكل سريع مع زيادة ارتفاع عن سطح الأرض تتناقص درجة الحرارة بمعدل ثابت تناقص بشكل سريع مع زيادة ارتفاع عن سطح الأرض